مرحبا فيكم في الجلسة 184 لميرس وزراء تواصل آلة الحرب والقتل الإسرائيلية حصد أرواح أبنائنا الأبرياء والعزل بدم بارد وعلى مرأة العالم كما حدث في جريمة اعدام الشاب عمار مفلح في حوارة وعمر مناع صباح اليوم في مخيم الدهيشي وفي غيرها من البلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية إن ارتكاب تلك الجرائم لم يكن ليحدث لو لا شعور الجناب بإفلاتهم من العقاب مستفيدين من سياسة المعايير المزدوجة التي تشجعهم على مواصلة ارتكاب جرائمهم التي لم يعد التعبير عن القلاق يتناسب مع حجمها وما تتركه من آثار مدمرة تطال كل عناصر الحياة على أرضنا وفي هذا السياق نرحب بدعوة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لإجراء تحقيق في اعدام الشاب عمار مفلح ونطالب هذه الجهات بأن لا تكتفي بالتصريحات والدعوات بل باتخاذ إجراءات جدية وملموسة لمحاسبة الاحتلال ومسائلته وتقديم المجرمين والقتلة ومن يقف وراءهم ويدعمهم إلى العدالة الدولية من جانب آخر يثني مجلس الوزراء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إحياء الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة في قاعة الجمعية العامة في الخامس من أيار من العام المقبل ونعتبر هذا القرار بمثابة إقرار من الجمعية بالمظلمة التاريخية التي حلت بشعبنا عام 48 ما يوجب إنهاء تلك المظلمة بتحقيق العدالة لشعبنا بمنحه حقه في تقرير مصيره وإقامة دولة المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس يرحب مجلس الوزراء بمقررات الدورة 38 لللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي كومسك في ختام أعمالها التي عقدت في اسطنبول وقبول توصية دولة فلسطين بدعم وتعزيز صمود القدس وتعبئة التمويل اللازم عن طريق إضافة أصغر وحدة من العملة الوطنية لكل دولة عضو إلى الفاتورة الشهرية لمشتركي خدمة الهاتف الثابت والمتنقل والذي كانت أقرته جامعة الدول العربية في قمة الجزائر نعبر عن شكرنا لكل من ساهم بإقرار هذا القرار يتابع مجلس الوزراء انطلاق انتخابات الغرف التجارية بالتزامن بين شطري الوطن في الضفة بما فيها القدس وفي قطاع غزة هذه الانتخابات مهمة على طريق تجديد الحياة الديمقراطية في كافة مؤسساتنا وأطرنا ونعمل بكل جد وإخلاص لتتويج هذه المسيرة الديمقراطية بإجراء الانتخابات العامة في حال ضماننا لمشاركة لمشاركة مدينة القدس والمقدسيين انتخابا وترشيحا بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ضو الإعاقة يؤكد مليس الوزراء على التزامه بحقوقهم وتوفير بيئة ممكنة لهم واستكمال العمل على إنجاز قانون حقوق الأشخاص ضو الإعاقة المعدل وستواصل وزارة التنمية الاجتماعية العمل والتنسيق مع الاتحاد العام للأشخاص ضو الإعاقة ومع كافة الشركاء من مجتمع مدني وقطع خاص للوصول إلى مجتمع متنوع وشامل للجميع ولن نترك الأشخاص ضو الإعاقة خلف الركب يناقش مجلس الوزراء اليوم قضايا صحية وتعليمية ومشاريع عامة منها مباني لسوق رأس المال وطرق في محافظتي الخليل وراملة ومشاريع الطاقة شمسية واحتياجات بلدة النبي صمويل وكذلك دراسة متعلقة بالعملة الفلسطينية ويستمع المجلس إلى تقارير مالية وأمنية وسياسية وشكرا